بعث رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار محمد بكر والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناثبة الزكرة التاسعة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة تضمنت البرقية تمنيات أن يديم الله عز وجل الانتصارات على مصر الحبيبة في شتى المجالات وأن يحفظ مصر قيادة وشعبا من كل سوء كما بعثت هيئة قضايا الدولة ببرقية تهنئة إلى وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد ذكي وجيش مصر العظيم بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة داعينا المولى عز وجل أن يحفظ مصر الغالية وجيشها الباسل من كل سوء وتظل راية الوطن عالية خفاقة في كل وقت وذلك في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي شكرا